فورتنايت اكبر لعبة موجودة حاليا من عوامل نجاحها هم والستريمر الناس اللي قاعدت تلعب اللعبة وعرفت كثير ناس على انه اوكي شوفوا لعبة منجنية لعبة حلوة ولعبة بتسلي ممكن تلعبها مع اصحابك احسن ما تشتري بابجي وهالاشي نشر الفورتنايت بشكل كبير وصارت اشهر لعبة موجودة حاليا ومن زمان وشكلها مطولة شويلة قدام لانه فاليا جماعة شغلين على لعبتهم وعارفين كيف سوقولها صح وبناس الوقت عارفين كيف يبتلوا منافس شوفوا ابكس لجند عملت فكرة حلوة بسرعة اخذوها صارت عندك فورتنايت وابكس حاليا بتعاني بس صح انه الاستريمر اللي هم فضل كبير على فورتنايت بس يعني هالاشي مبنع شركة ابك انها تعاقب شوية استريمر لانه يعني عندهم كثير فاليوم رحطيكم استريمر ويوتيوبر وشركة ابك جيمز بندتهم من لعبة فورتنايت فقبل ما نبدأ لا تستطيع اللايك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس خلينا نوصل اكبر عجب المشتركين يعني قبل نهاية السنة ومبدأ مع الاستريمر اللي جات بستاهلين حضر اللي هو فيز قارفز اللي فورتنايت تضطب باند نهائي مدى الحياة حتى لو يلعب باي حساب مباشرة الشركة رح تعمله باند على الحساب لانه طلع فيديو من هالفيديوهات هو بلعب بالامبوت ونزل على اليوتيوب وهو مش اي لعب عادي خصوصا انه تابع لواحد من اكبر الكلانات اللي بتلعب فورتنايت وعندهم كثير لعبين محترفين بهاي اللعبة وباب ما حاضروا من هاللعبة طلع فيديو وبلش يحكي اوكي انا انحضرت وانا عملت هيك او هيك وفعلي انا بستاهل فبليز يا ابك رجعوا لي حسابي اولا اقل اسمحوا لي لعب اللعبة لانه هي بكل بساطة مصدر رزقي وشفنا معظم الاستريمر اللي حاولوا يدخلوا بالقصة ويعني شوية فزعة اللي طلع نينجا وصار يحكي انه حرام من الطعب الرزقي الرجال ورجعوا له حسابه اقلنا فيها اسمحوا لي لعب اللعبة بس ابك ما ردتها نينجا وما ردتها لاي احدا وحاليا ما انقطع رزقه لانا كنت رسطت قناته على اليوتيوب انقربت لقناة رياكشن وشوية فلوكات المحتوى اللي بشكل عامة بنحضرش قوصا من واحد مستفز زيه بس شوفوا بجانب خدعة تيك توك شو بتكون اكثر من هيك واللاعب الثاني معنا هو زينون اللي زي متو شايفين بالصور هو فعليا طفل صغير عمو 9 سنين بس وحاليا هو محظور من لعبة فورتنايت وهي المرة مش لأي سبب مقنع بكل بساطة هالورع هو عبارة عن لعب محترف لعب ببطلات فورتنايت ووصل نقاط عالي وتأهل وفجأة بدون اي سابق انذار بتمنى ذي حسابه لمدة 1500 يوم وهالحضر بنتهي مباشرة لما يوصل عمره 13 سنة ليش؟ لانه شروط ايباك جيمز بتقولك عشان تشارك باي بطولة من بطلات بنظم هاللعبة لازم يكون عمرك اقل اشي 13 سنة وهالوي راي عمره 9 سنين عمره 9 سنين وجند كل اللاعبين اللي عندهم وكالعادة اي واحد من هضر رح تلاقي عندك المحامية نينجا بتطلع وبتقولك ليش؟ حرام ومش بس نينجا فعليا انطلق هاشتاق على تويتر بقولك فري زينون اللي هو حر زينون نفس تقريبا فري فورتنايت بس يعني الشركة ما عبرتهم لحد الان اللاعب مخظور فشكرا فورتنايت واللي بعده عندنا مش لعب واحد عندنا اربع لاعبين وهم سلاكس كيز كيرو وباك وهالاربعة كان بلعب بطولة من بطلات بتنظمها لعبة فورتنايت وفورتنايت في عندهم نظام انه بكل زون له عدد معين من اللاعبين فاذا كان عدد اللاعبين اكثر من المستحمل الزون فرح بلش اشي اسمه ستورم سيرج اللي بكل بساطة معناه انه اي لاعب ما عنده دمج او اللي عندهم اقل دمج رح بلش يتدمجوا لهذا ما يتبقى العدد المستحمل الزون واذا ما حضرت اي بطول لفورتنايت ففعليا دايما بيشتغل هالاشي انه بتلاقي اصغر زون فيه خمسين لاعب فحبايدنا الاربعة كانوا شغالين مع بعض ومتيمين وبكل بساطة كانوا يدمجوا بعض حتى انه ستورم سيرج يفهم انه عندهم دمج كثير وما يدمجهم ويكملوا اللعبة بس ايباك جامز نسيطره على اللعبة بشكل كامل وبتعرف كل اللاعبين شو يعانوا بهاللعبة ومباشرة طلعتهم من الجام وعطتهم باند لمدة شهرين بس الحلو بالموضوع انه هاي المره نينجا ما تدخل وفعليا اكلوا الباند لشهرين ورجعوا يلعبوا اللعبة طبيعي ولا كانوا تصال عليهم اي اشي واغلب اللاعبين اللي حكينا عنهم مش معروفين كثير فهاس احطيكم اللاعب اللي هو ثاني اكثر لاعب معروف بهاي اللعبة اللي هو تيفو وتيفو هو من اكبر الستريمر اللي ببثه فورتنايت او كان بث فورتنايت حاليا بلعبه ووردزون وفولغايز بس الصراحة محترف فولغايز وليش تيفو كالباند بكل بساطة تيفو حسب حكات الشركة انه كان يبيع حسابات وهالاشي عند اي لعبة وشو ما تكون ممنوع نتيجة هالاشي بنادوا حساب تيفو بشكل نهائي بس هالاشي ما منع تيفو يفتح حساب جديد ويلعب ناوله جديد واللي بعده بنحكي عن جولدين ميدز اللي على اغلب ما احد بعرفه لانه بكل بساطة هو مش لاعب محتلف محتلف هو عبارة عن بني ادم بيبيع لك الهاك للاعبة فورتنايت وكان شغال ترويج دا الهاك على قناته على اليوتيوب وقناته بتكبر بشكل سريع كثير لدرجة انه وبك جيمز اخذت جولدين ميدز على المحاكم كل بساطة مثله مثل ابل جمعا مفرقوش شركة بني ادم اي اشي وبالنهاية طلع لنا الحكم انه جولدين ميدز ممنوع يعمل اي اشي لدخل فورتنايت وبعد ما انتهت المحاكمة جولدين ميدز اعتزل هالقصة وقاعد هادي وبشهر ست بالالفين وعشرين قناة جولدين ميدز على اليوتيوب تنحذف حذف كامل وحسب كلامه انه اليوتيوب بقوله ملهاش دخل ابك احنا حذفنا لك اياها لانه احنا حرين فحكا اوكي فتح قناة ثاني مباشرة لاتنحذف القناة الثاني واللعب اللي بعده عنا اي جي لاد او اتوقع هيك بالنفذ اسمه اللي بلعبانت على سنانه من ورا انه بستعمل هاك بيسمح لانه نغير الف او في وزيده والف او فيه هو مجال الرؤية فكل ما زدته كل ما صرت تشوف اعداء اكثر دو ما اضطر تحرك اللاعب حتى تشوفهم وكهالة فورتنا تعملكيش باند بس هيكا عملت له باند على الحساب وعلى الجهاز اللي بعده هو بكل باجهة بيطلع في فيديو عن اليوتيوب بيقولك ليش فورتنايت حضرتني كأنه مش عارف ليش وطبعا ابك ما بتعطي اي مجال يحكي وتخلي الحضر موجود وما بترد علي اساسا والمهم انه اللاعب ها تظلوا ساكت لحال ما طلعت لنا ايش اسمه كلفو ديوتي وورزون ولما طلعت وورزون بلش ينتقد بابك واللاعبين اللي بيلعبوا في فورتنايت وفورتنايت وايش اللي داخل في فورتنايت لحد ما بالاخر نزل مقطع سماه انا بعتزل بين قوسين نطيك لكبيت وبهالمقطع بلش يحكي انه خلاص قررت نزل في فورتنايت وما يلعبها وبعد يام شهر واحد برجع بنزلنا مقطع بقولك لقل عدتوا الى فورتنايت واخيرا لقينا واحد من الاربعين اللي بشبه هو ابن سوريا ولاعب ثاني حضرها لها القائمة اللي هو سيربن ايو اللي بتتذكروا ابن سوريا ابن سوريا اللي بالمركز اللي قبله بعد من حضر طلع فيديو اللي هو انه رح يشوف الاكاذيب ويفضح الغشاشين وبلش يحكي عن كثير سريمر وكثير لاعبين وانهم غشاشين ومن هاللاعبين اللي حكي عنهم اللي هو سبرينت ايو وحكي عنه كان يستخدم ازرار المايكرو واللي ما بيعرفهم اللي هو زر بالبي سي انت بتبربيجه على كيمها بدك بتضغطه ومباشر هالزر بيضغط لك مجموعة كبسات ما بعض وبهاليش بقواعد فورتنايت ممنوع ما نعباته ليطلع سبرينت ايو ويرضع للتهمات ويقول اوكي انا كنت استعمل المايكرو بس بالزمنات حاليا بطلت استعمله واذا الجيمس شي اللي كما بتفرق بين الماضي والحاضر اوه ما سمعتها الكلام مباشرة حضرت حسابه يعني اخينا اجلد خرب عليه ليش بس هيك بده يخرب عليه دراما كوين وبس هاده مقطعنا بالتعليقات تحت اكتب لنا لش ممكن الواحد يهكر لعبة يعني هاينا بنلعب زينا زيه وعادي بعد فترة تتعلم باللعبة بتصير احسن واحسن وبرضو شوف الفيديو على اليمين والفيديو على اليسار وتنساش اللايك وتشترك بالقناة وتفاعل زر الجرس حتى وصلت جيد مقاطعنا ومعنا السلامة اشتركوا في القناة